السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما بنربي العصافير ساعات كده بنقوم النوم ونجي ندخل العصافير نلاقي كده مفاجآت بتحصل بتكون غريبة ولكن قدر الله مشاء فعل زي ما حد كوا شايفين كده أنا دخلت بسيط لقيت الدم على العصايا بتاعت العيش فاستغربت وفي ايه ولقيت العصفورة متعورة جامد في دماغها وفي رجلها فروحت على طول فاتح العيش وقلت اشوف في ايه لقيت فردة منهم بتعورها ومتبهدلة هنشوف دلوقت كده والبيض من جوه غلقان دم طب يطار في ايه وبقيت طبعا افكر ايه الحكاية دخل عيون فار ولا ايه لأ طبعا لان السلوك عندي ديق جدا ما تدخلش فران طيب ايه اللي حصل اللي حصل اكيد هنا ان انا عندي دول كانوا جوز اه يعني كانوا عندي صغيرين زغليل وكبروا فطبعا هنا انا لما سبتهم وكبروا هلقاتلهم العيش تلعو نتايتين فطبعا نتاية فيهم راحت نبهدلة النتاية التانية وراحت مع وراها خدتها طبعا انطمنت اهم حاجة على رجلها عشان خاطر اشوف قطعت الصبع من الصابع حوالا لأ لقيت الصابع سليمة ولكن لقيتها ضعيفة جدا خدتها اوام وعزلتها في افصل وحدها وعزلت رجلها وطهرتها وبدأت بقى حطلها الاكل والمية وخدت بعضي ورحت الشغل ويعني الحمد لله قدر رجعت رئيتها ميتة اللي احنا شايفينها دا دا نتيجة ايه النتايتين مع بعض والنتاية فيهم كلة النتاية التانية بشراسة النطي الروز بتكون شارسة جدا لما بيكونوا مع بعض طبعا مش عايزة تدخلها العش واضح ان هي مش عايزة تدخلها العش كلما دي كتا تدخل طبعا تضربها فحصلت المعركة داية وطبعا زي ما احنا شايفين كده العصاية بتاعت العش والاندم دي لعلان هي كان بتبقى واقفة وعايزة تدخل طبعا هي كانت بتعورها مكان ما هي واقفة بنقابل حاجات مندي كتير وبنشوف كده يعني بعض الحوادث الغريبة من العصافير ولكن يعني بنتعلم من كده ان لما يكون عندي نتايتين او ضكرين مع بعض وابلاغوا لازم ان احنا نفسرهم عن بعض وانا كنت يفكرهم ضكر وانتايا لاني الاسف الروز بيبقى صعب انك انت تتفرق ما بين الضكر والانسة انا لما لقيت بيض قلت انا هكشف اكشف عليه بعد 4-5 ايام ولكن هما مكملوش 4-5 ايام ولقيت المعركة دي حصلت طبعا بعد ما اكشف عليه اعضل اعرف انه هما ازا كان البيض عمران يبقى هما ذكروا انتايا مش عمران وفاضي يبقى هما نتايتين لكن هو ما انحقش يعد 3-4 ايام ولقيت المعركة دي حصلت وانحمد لله اشكركم اتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة تفايل الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته